لم يتأخر الاحتلال الصهيوني عقب الاعلان عن اعتراف واشنطن بسيادة الصهينات على الجولان في التحرك لاحداث تغيير ديمغرافي هو الاوسع في المنطقة منذ احتلالها عام 1967 وتكشف وسائل اعلام صهيونية عن سعي وزارة الاسكان بحكومة الاحتلال الى توطن ربع مليون مستوطن في مرتفعات الجولان السورية المحتلة ووفقا للوزارة فان الخطة تهدف الى بناء 30 الف وحدة استطانية جديدة وانشاء مستوطناتين جديدتين فضلا عن توفير عشرات الالاف من فرص العمل الى جانب الاستثمار في البنية التحتية المتعلقة بالمواصلات والسياحة وربط الجولان بشبكة مواصلات حديثة على مساحة تقدر بنحو 1860 كم مربعا يخضع ثلثاها اليوم للسيطرة السهيونية لا تزال هضبة الجولان من اكثر مناطق بلاد الشام اهمية من الناحيتين العسكرية والاقتصادية حيث ان 21% من منتجات الكرمة تأتي من هذه المنطقة و40% من لحوم الابقار ولا هم من ذلك ان نصف احتياجاتها من المياه المعدنية العذبة تأتي من الجولان فضلا عن اطلالة الهضبة على كل من لبنان والاردن وفلسطين هذه الاهمية جعلت تل ابيب تصر على ضم الجولان لسيادتها متحدية بذلك قرارات الامم المتحدة التي تعتبر الاحتلال غير قانوني ويأتي اعتراف ترامب به هدية انتخابية لنيتنياهو تعزز منفرص توطيد صفقة القرن في الوقت الذي يتساءل فيه الاتلاف السوري المعارض والسوريون عن عدم اطلاق نظام الاسد اي رصاصة باتجاه الهضبة منذ عام 1973 وتوجهه بدل ذلك لاستخدام اسلحة وذخيرة محرمة دوليا لقتل مواطنيه وتدمير العديد من المحافظات السورية بينما تترك منطقة كالجولان هادئة حتى وصلت الغرف السياحية المستثمرة لحساب الشركات التابعة للاحتلال حوالي مائة الف غرفة بعداد سائحين وصلت الى مليوني سائح سنويا ترجمة نانسي قنقر